إلى ذلك أفدت توكلة رويترز للأنباء نقلا عن شهود عيان أن سلسة فلسطينيين ستشهدوا على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من معبر كرم أبو السلم وأضافت رويترز نقلا عن شهود العيان أن الشهداء تعرضوا لهجوم مباشر من الجيش الإسرائيلي بعد الإفراج عنهم حيث ألقت القوات الإسرائيلية قنابل عليهم أثناء مرورهم بمنطقة العرب بعد خروجهم من الاعتقال اشتركوا في القناة